الأهلي والإسماعيلي مباراة تليق أو مباراة دايماً الكل بينتظرها مهما كانت ظروف النادي الإسماعيلي أو مهما كانت ظروف النادي الأهلي ولكن سواء الأهلي أو الإسماعيلي بيعملوا لبعض حساب كبير جداً جداً وبالتالي كلنا ننتظر هذه المباراة كيف ترى هذه المباراة في ظل المركز أو الظروف اللي بيمر بها النادي الإسماعيلي وأيضاً الاختيارات اللي اختارها مرسير كولر بالنسبة لقائمة الفريق وانتهت المباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بتعايدوا الألف ريقب هذا فيه لكل فريق في ألمانيا المباراة الثانية إن شاء الله ستكون في مدريد أنا شايف الماتش بكرة إن شاء الله كابتن لعبة الأهلي مركزة ومصر الكولر الماتش بتاع الأهلي والإسماعيلي طول الوقت بيبقى ماتش ديربي طول الوقت بيبقى ماتش حلو جدا بيبقى ماتش في تفاصيل زغيرة لو الأهلي ركز على تفاصيل الزغيرة إن شاء الله الأهلي هيعمل ماتش كويس جدا ويكسب أكتر من هدف اللعيبة كمان حتى الماتش الأخير كسبنا 3-0 ففيه معنويات على أعلى مستوى اللعيبة عندها ثقة غير طبيعية اللعيبة دلوقتي قفلت صفحة أفريكا ودخلوا في صفحة الدوري فالدوري برضو يعني النادل أهلي متعاود لو ياخدوا الدوري فأنا شايف اللعيبة كلها مركزة وكل اللعيبة كمان كابتن إسلام دلوقتي ميزة الإمام عشور رجع حسين الشحات رجع في لعبات كتيرة كتراجع من أصابة احنا دعب قادر رجع المستوى فاللعيبة كلها عايزة تلعب واللعيبة كلها عايزة تشارك فأي حد هيلعب ماتش بكرة أي حد هيلعب 90 دقيقة أو 80 دقيقة أو 10 دقايق أو 5 دقايق هبقى عايز يكسب وياخد الثلاث نقط أنا شايف الماتش بكرة أنا شايف اللعيبة كلها تبقى مركزة كل واحد عايز يقول مستر كورنا موجود كل واحد عايز يلعب الماتشات الجاية كل واحد يحافظ على نفسه كل واحد يحافظ على التاكتج بتاع مستر كولر عشان يبقى هو متطلباته إيه واللعيبة إزاك يا كابتن الإسلام لو ملعبش الماتش ده أشوف مستر كولر عايز إيه ومحتاج إيه واشتغل علي اشتغل على نفسه يعني فأنا شايف للفترة الجاية فيه 5-6 ماتشات وربعة في 15 يوم فكله هيلعب وكله هيبقى بياخد ماتشات عندك من يوم 1 ليوم 25 عدد كبير خليل من الجور هيلعب فبقى أفرقيا ممكن تبقى ما لعبش النهاردة ولكن هيبقى لك دور بكرة ما لعبش النهاردة وبكرة بقى ليك دور بعد بكرة فاللعيبة لازم أبقى عارف كده وأنا واسك للعيبة اللادي الأهل مركزة على كده واللعيبة بروفيشنا ولعيبة زكية فأرجع تاني الاماتش بتاع بكرة أنا واسك ملون في المية للعيبة مركزة واسك للعيبة قفل صفحة أفريكيا ودخل صفحة الدوري إن شاء الله لو أهلي كسب بكرة هيبقى عنده حوالي 25 نقطة تقريباً وعنده 9 ماتشات مؤجلة فلو كسب إن شاء الله الرحمن 9 ماتشات المؤجلين هيبقى 42 نقطة يبقى فارقه بين التاني حوالي 7-8 نقط فتات طبيعي بتاع النادي الآلي فلازم العبة تبقى مركزة على كده الماتشات الجاية مهمة جداً 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 بالنسبة لنادي الآلي كل الماتشات مهمة ولكن عندما تلاعب النادي الإسماعيلي كنادي أهلي بتبقى عندك أنت كنادي أهلي المدير الفني واللعبين بيفكروا بكذا طريقة كيف يفكر مارسل كولر في مباراة بكرة في ظل حالة الإجهاد أو مش الإجهاد بقى عشان ما نبقاش ولكن في ظل حالة توالي المباريات خلال الفترة القادمة بص أنا يعني في فترة الفترة ما أتفرج عن نادي لأنا أو مستر كولر هو كل الماتشة عايزة تاتا بومت طبعا نادي سمعيلي نادي الجير جداً ومعاهي مدرب كبير كابتنهاب بس هو عايزة بطولة ودماغه على البطولة فاللعبة بقالها أربعة أيام رايحين من يوم الجمعة فاللعبة يعني الاستشفى عمل الاستشفى كويس جداً وكل واحد عمل الاستشفى بتاعه وكل واحد رجع تاني الركوفري ويعني رجعه تاني من أول وجديد فأنا شايف اللعبة كلها هيلعب بكرة بالفول تيم ما فيش أي مشكلة خالص وحسب بقى نتيجة المباراة كابتن إسلام لو المباراة إن شاء الله نادي الأهلي فأول عشرين ديئة جاب جون أو اتنين وشوط التانية ممكن نرايح اللعبة اللي هي مهجهادة أو لعبة الفترة فاتت بنسبة كبيرة زي علي معلول زي محمد هاني زي اللعبة اللي هي لعبة بفترة سيئة زي محمد عب منعم اللعبة دو كلها طول الفترة فاتت كلها بتلعب تسعين ديئة فلو الأهل بكرة عمل مطش مميز وكسب فأول عشرين ديئة جون أو اتنين في الشوط الأولاني ممكن نرايح اللعبة دي لكن كيف يستطيع اللعبة عندها شخصية كابتن كريم كابتن إسلام واللعبة كلها مركزة من أول دقيقة اللعبة زي ما لعبت في ماتش مازينبي نزلين من أول دقيقة ضغط على الخصم عارفيني نادي إسماعيلي نادي كبير وماتش مهم جدا اللعبة كلها دمخة تأخذ التلات نقط اللعبة كلها عايزة تمارس هويتها اللي هي المكسب بالدوري ففيه خطة بتاعت مستر كولر بيلعب بنفس الخطة أربعة تلات تلاتة اللعبة بتركز على الكور السابتة اللعبة بتركز على الكورسات اللعبة بتركز على كل اللي يبدأوا من تحت فكل اللعبة لو قدت كل واحد اللي عليه بنسبة كبيرة إن شاء الرحمن الأهلي بقى الماتش بالنسبة له مش صعب للعكس الأهلي منتاشي الفترة الفاتت الأهلي بيعمل حاجات كتير جدا في الملعب الأهلي بقى فيه سنيات دلوقتي كابتن إسلام فيه علي معلول مع أحمد عبدالقادر وفيه محمد هاني مع برستاو وفيه شكل بقى منظم جدا وسام دلوقتي ما شاء الله عليه ماشي كواس جدا فأنا شايف نادي الأهلي الفترة دي بقى عمل توليفة وبقى فيه تشكيل يعتمد عليه بنسبة كبيرة وبقى عنده دكة كويسة جدا دلوقتي إمام عشور رجع وحسين الشحات موجود والسلية ولعبة كتير جدا وقفشة لعبة كتير جدا موجودة على الدكة بتعمل فارق فلو نادي الأهلي ركز زامد بركز فترة أخيرة أنا بقولك إن شاء الله نادي الأهلي يعني أنا وجهة نظري اللي هو اللعيب هو ممكن بكرة عمر السلية هو اللي ممكن ما يبدأش الماتش ومكانه إمام عشور عشان إمام عشور اللعبه حوالي أكتر من 30 دقيقة وعايز تديله لفترة الجاية عشان يبقى جاهز بقى له أكتر من شهر ونص مصاف عايز يرجع عشان نهاية أفريقيا فأنا شايف اللي هو ممكن عمر السلية هو اللي بكرة يبقى احتياطي ونفس التشكيل ويلعب إمام عشور مكان عمر السلية هو مش لو لعب نفس التشكيل حيبقى في البعض بيره بهذا الشكل أنه بيخاطر بالمجموع اللي ممكن جدا يكون حيعتمد عليها في النهائي وخلي بالك أنت كل حاجة بتعملها دلوقتي آه الدوري هو الأهم هو اللي بيوصلك لأفريقيا وكل حاجة ولكن دلوقتي أي مدير فني أو حتى الجمهور خلينا نتكلم عن الجمهور جمهور بيفكر في مباريات الدوري ولكن الأهم بالنسبة لله دلوقتي هي مباريات البطولة الأفريقية وأنا لازم ألعب عشان أبقى فت وأنا لازم أبقى موجود وأنا ممكن أكابت أن أقدر لاتصاب في التمرين فأنا لازم ألعب وبقى فت فت الماتشاط فت الإحساس باللعب ممكن مستر كولر عايز يجرب حاجة في النهائي فبيجربها في الدوري ستايل تاني ممكن خطة لعب مختلفة عايز يجربها في خلي ما أنا كنت حتبقى مراقب جدا فممكن أنا بقى مراقب من الترجي طبعا ممكن عايز خطة لعب ألعبها الجديدة خالص في حاجات ممكن بوزيشن لعب يبعز أحط في حتة تانية أجربه في الدماتشاط الدوري وأشوفها هو هل هو هينجح فيها أو مش هينجح زي ما قبل كده لما لعب عمر كمال في مركز المساك ومستر كولر تدع قال لا أنا مش هلعبه أه يعني حاجات كتير جدا فلو شافوا حاجة زي كده يجب من الدوري فهو لازم لعب كلها تلعب ولازم لعب كلها اللي هو محتمد عليها ونادلي قالي كابتن الإسلام عنده 30 راجل 30 لعب مميز يعني كل اللعبة هتنزل الملعب هتأدي كل اللعبة بتاخد نفس الشغل كل اللعبة بتأدي نفس الدور فأنا شايف اللي نادلي قالي بكرة هلعب بنفس التشكيل وإن شاء الله يكسب واحد واثنين ويبدأ المطش اللي بعديه يركز ويرايح لعبة وحسب السيستم بتاع الدول وحسب السيستم اللي فيه جهاز كده بتحطها كابتن إسلام للعبة جهاز قد إيه ممكن رياحه المطش ده عشان المطش اللي بعديه بقى جاهز والحاجات دي كلها اللي هي الحديث دلوقتي في الدور المصر وفي العالم كله كابتن بناء عليه هو يحدد مين اللي رايح ومين اللي يلعب بس أنا شايف اللي بكرة المستر كولر يلعب بنفس التشكيل وبيلعب بكل حاجة تمام ويكسب إن شاء الله المطش المطش ده بكرة ده مهم جدا هبين عليها حاجات كتير أولا كابتن إسلام هيبين عليه اللي هو بقى له فترة أولا كسبت نادي كبير زي النادي الإسماعيلي طبعا بيديك دفع يعني مزن بيه بعد النادي الإسماعيلي تديك دفع لما هو قادم طبعا طبعا وبعد كده كل ثلاثة يام كمان مطش حشان حتى ما تيجي تريح اللعيب يبقى أنت مريح اللعيب وإنت كسبان فارق بين إلي أنت قدر الله حاجة تحصل فمش هتقدر تريح اللعيبة كتير فإنت وإنت كسبان مطش اتنين هتقدر تريح لعيبه اتنين وثلاثة وياخدوا الثقة ويكسبوا في الدور يعني بس أنا مش مع الميسر كولور اللي هو يريح لعيبة بكرة لا اللعب كلها تلعب اللعب كلها خدت روحة أربع تيام اتمرنوا وعملوا استشفى وعملوا كل حاجة فيلعبوا ويقدوا الدور كما يجب يكون يعني